اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع قصة الكنيسة من خلال سفر الاعمال نتابع هذه القصة الجميلة القصة المشجعة قصة عمل الله واعمال المسيح التي لم تتوقف اعمال الروح القلس الذي يشهد في كل اصحاح تقريبا من هذا السفر المبارك عن عمل الله ونمو الكنيسة في بدايتها في القرن الميلادي الاول مازلنا بنواصل تأملاتنا في الرحلة التبشرية التانية للرسول بولوس والتي بدأت من اصحاح 14 حيث رأينا الارسالية في فيليبي ثم الارسالية في تسالونيكي والارسالية في برية وايضا الارسالية في اسينا وصلنا الى الارسالية في كورنسوس في اعمال 18 والايات من 1 الى 17 الاية الاولى وبعد هذا مضى بولوس من اسينا وجاء الى كورنسوس واضح انه الرسول بولوس لم يمكس كثيرا في اسينا في الغالب لم يكن سعيد بنتائج الخدمة مع انه الرب اداله نفوس فقرر السفر 50 ميل الى الغرب الى مدينة كورنسوس عاصمة اقليم اخائية وقلنا قبل كده ان هو كان مهتم يزور مدن العواصم علشان تكون بالنسباله نقطة انطلاق لخدمته ونقطة انطلاق للكنيسة بعد كده كانت المدينة مدينة كورنسوس بتمثل اهمية خاصة لبلاد اليونان موقعها الاوغرافي مميز جدا لانها كانت ملتقة طرق الشمال والجنوب وهي مدينة تجارية بامتياز داخل لها ملتقة تجار ورؤوس الاموال بعدتهم وثقافتهم وبشرورهم ايضا اشتارت المدينة ايضا بهيكل ظهرة وكانت تعمل في هذا الهيكل الف كاهنة يمارسنا الزنا اللي كانوا بيعتبروه زنا مقدس للأسف كانت سلطات المدينة بتحمي هذا الهيكل لانه بيمثل بالنسبة لهم مصدر كبير للدخل السياحي للمدينة رسول بولوس تأثر وهو في زيارته لهذه المدينة بمشاهد الشر والفساد اللي شافها واشار اليها في رسالته الاولى الى اهل كورنسوس لا شك كانت شرور هذه المدينة سبب ضيق والم للمؤمنين فيها وده اللي بنراه بوضوح في رسالتين ربولوس الى اهل كورنسوس وبرغم كده وبدخول الانجيل لهذه المدينة اصبحت مركز مسيحي مبارك ومنها ذاع خبر الانجيل الى مقطعة اخائية كلها وبولوس كان عنده مجموعة من الاصدقاء في كورنسوس وفي الغالب هو من قدهم للمسيح وتتلمزوا كذلك معاه وذكرهم باسماهم في اماكن متفرقة من الرسائله زي في كورنس الاولى 16 اتكلم عن استفانوس وعن فارتوناتوس وعن اخاك ايكوس وتكلم في كورنس الاولى واحد عن كريسبوس وغايس وفي رمية 16 عن بريسكيلا واكيلا وتكلم بعد كده كمان عن ابنتوس وعن لوكيوس وياسون وسوسي باتروس في رمية 16 وعن تارتيوس وعن ارستوس وكورتوس ايضا في رمية 16 كل دول من كورنسوس واصبحوا اصدقاء وبعضهم كانوا مساعدين لبولوس في خدمته في كورنسوس التقى بولوس مع اكيلا وابريسكيلا وده اللي بنراه في الايات 2 الى 6 في اصحاح 18 من سفر الاعمال وجد يهوديا اسمه اكيلا بنتي الجنس كان قد جاء حديثا من ايطاليا وابريسكيلا امرأته لان كوليديوس كان قد امر ان يمضي جميع اليهود من رمية فجاء اليهما ولكونه من صناعتهما اقام عندهما اللي هي صناعة الخيام وكان يعمل لانهما كانا في صناعتهما خياميين وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين ولما انحضر سيلة وتيموساوس من مجدونية كان بولوس منحصرا بالروح وهو يشهد اليهود بالمسيح يسوع واسكانوا يقاومون ويجدفون نفض سيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم انا بريء من الان اذهب الى الامم يبدو بعد وقت قصير تعرف بولوس على اكيلة وابريسكيلا واكيلة هو شخص يهودي من موليد بانتوس شمال اسيا الصغرى يبدو انه هاجر في وقت ما الى روما ومن هناك ترد مع زوجته بريسكيلا وسائر اليهود بامر من الامبراطور كوليديوس من المحتمل ان اكيلة وابريسكيلا اصبح مسيحيين وهما في روما وبعدين جملة كورونسوس وفي كورونسوس تقابل معهم الرسول بولوس جمعهم الايمان المسيحي وجمعتهم ايضا المهنة انه كانوا مع بولوس من صانعي الخيام وكان من عادة اليهود بالمناسبة انه الربيين زي بولوس عليه ان يتعلم مهنة خاصة يعمل بها عند الحاجة وهنا بنذكر ان الرسول بولوس اوصى كثيرا ان تقوم الكنائز بتسديد احتياجات خدامها لكنه هو شخصيا فضل ان تكون خدمته تطوعية كي لا يسقل على احد ولهذا كان يعمل في مهنته كصانع للخيام وقت الاحتياج ويبدو انه كان يعمل بهذه المهنة ايام لسبوع وفي السبت يذهب للمجمع للكرازة بالانجيل ومدينة جارية كبيرة زي كورونسوس حتما كان بيها جالية يهودية كبيرة وهكذا ذهب بولوس حسب عادته الى المجمع يوم السبت وقدم رسالة الانجيل واستمر كل سبت يفعل هذا ويقنع اليهود واليونانيين ان يسوع الناصري هو المسيح اللي فيه تحققت نبوات العهد القديم لكن هل يصمت اليهود اليهود المتعصمين هل يتركوا بولوس ينادي بعوائد ضد النموس بحسب فهمهم ابدا قاوموه بشدة مما دفعه ان يعلن من جديد انه بريء يعني بريء من هؤلاء اليهود من الان اذهب الى الامم وقال الكلمة دي على الاقل مرتين قبل كده اثناء وجوده معاكيلا وبرسكيلا جهة مساوس وسيلة من مجدونية بعد ان مكساء في بيرية بعض الوقت وبعد ما ظهروا كذلك تسالونيكي واخبره بولوس بايمان ومحبة اهل تسالونيكي وحملوا معاهم هدية من الاخوة هناك ويمكن ده بالتأكيد ادالوا فرصة اكبر للكرازة وللتعليم بولوس يذهب الى الامم الايات من 7 الى 11 بنكتشف ان بولوس تمم هذا الذي اعلنه انتقل من هناك يعني من وسط المجمع اليهودي وجاء الى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله كان بيته ملاصقا للمجمع وكيريسبوس رئيس المجمع امن بالرب مع جميع بيته برضو ده خبر مفرح جدا جدا رئيس المجمع وكثيرون من الكورونسيسيين السمعوا امنوا واعتمدوا فقال الرب لبولوس برؤية في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة فاقام سنة وستة اشهر يعلم بينهم بكلمة الله الرسول بولوس اعلن انا اذهب للامم وهنا في هذه الايات شوفنا انه هو فعلا نفذ اعلانه وانتقل من المجمع الى بيت يوستوس الملاصق للمجمع ومن اسمه ومن وصفه انه كان متعبد لله نفهم انه كان اممي وسانية وفي الغالب اصبح يهودي وكونوا يفتح بيته لخدمة بولوس ده معناه انه صار مسيحي ويرى العديد من المفسرين ان يوستوس هذا هو غايس الاشار اليه في رسالته لروميا وقال غايس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها وهو اللي عمده مع كيريسبوس في كورنسوس زي ما قال في كورنسوس الاولى واحد واي 14 وكده تحول بيت يوستوس الى مركز تبشيري للامم بكيفية خاصة جدا لكن المفاجأة ان اول من اصبح مسيح في هذا المركز هو كيريسبوس رئيس المجمع وامن معاه اهل بيته وبعد كده عدد كبير من اهل كورنسوس هذا الصمر الواضح لخدمة بولوس بيأكد صحة قراره بالتحول من اليهود الى الامم ومن المجمع الى بيت يوستوس والرب علشان يأكد لي صحة هذا القرار ظهر ليه برؤية خاصة في ذلك الوقت مشجعا اياه علشان يواصل الخدمة في كورنسوس والكلمات اللي اسمعها بولوس في هذه الرؤية هي صدى لكلمات الله قديما لما قال كده لا تخف لاني معك قالها الرب لخدام كتار في العهد القديم ومن مشجعات هذه الرؤية كذلك لما الرب يقول له ان ليه شعبا كثيرا في هذه المدينة وبولوس بضريته في العهد القديم يعرف ان هذا المصطلح كان يقال عن شعب اسرائيل وهنا الرب بيقول عن الراجعين اليه من الامم ان دول اسرائيل الجديد دول خاصة الرب ليه شعبا بيتكلم عن هؤلاء الامم وفي كده تحقيق للكلام اللي وعد بيه الرب يسوع فاكرين في يحنى أصحى عشرة وآية ستاشر ليه خراف أخر ليست من هذه الحضيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد نشكر رب تجاوب الرسول بولوس مع هذه الرؤية وأقام في كورنسوس سنة وستة أشهر يعلم بكلمة الله خد بالك ان دي أطول فترة أقامها الرسول بولوس في مكان واحد أثناء رحلاته التبشرية وكانت فترة مسمرة جدا مسمرة جدا من خلال رسالته إلى كورنسوس ممكن نشوف الإنجازات اللي صنعها الرب من خلاله في ذلك الوقت لكن مش في كورنسوس فقط لكن في جميع أخائية يعني في كل المقاطعة اللي عاصمتها كورنسوس طبعا من هذه الإنجازات أنه كان يكرس بإنجيل المسيح يعلم بكلمة الله يدرب ويعد خدام لكنه أيضا في هذه الفترة في مدينة كورنسوس كتب الرسالة الأولى إلى تسالونيكي والرسالة الثانية إلى تسالونيكي ودول بيعتبروا من الكتابات المبكرة للعهد الجديد كتب الرسالة الأولى في نهاية سنة 52 ميلادية تقريبا وبعد شهور معدودة من مغادرته تسالونيكي اتسمت الرسالة بمشاعر الأب نحو أبنائه فكتب ليهم معلم ومشجع في موضوعات شتى وكمان صحح مفاهمهم الخاطئة عن مجيء الرب الثاني وبعد شهور قليلة كتب الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي كانت مساوس عندهم وآتى إلى بولس في كورنسوس وأخبروا أنهم مضطربون فكريا في أمر المجيء الثاني عشان كده كتب استفادة في هذا الموضوع علشان يعالج فكرة أن المسيح قد جاء فعلا هم افتكروا كده يعني افتكروا أن المسيح قد جاء ده أهل تسالونيكي فكتب ليهم أنه مجيء لم يحدث لكنه قريب جدا قريب على الأبواب وشجعهم أنهم ينتظروا بشوق وفرح ملاقات الرب عندما يجي في ظيارة تالتة بعد كده غالبا كانت سنة سبعة وخمسين ميلادية لمدينة كورنسوس كتب الرسالة لأهل غلطية وكان تركيزه فيها على مقاومة أهل الختان اللي سماهم الإخوة الكذبة وهو بيشدد على صحة الإنجيل اللي قدموا ليهم قبل كده وبعد كده سنة تمانية وخمسين كتب الرسالة لأهل روميا ودي الكنيسة اللي لم يؤسسها الرسول بولس ولغاية ما كتب الرسالة ما كانش زارها كمان وبالتالي لم يكتب عن أمور شخصية أو كنسية مثل الرسائل الأخرى بل فات قلبه في رسالة روميا بكلام صالح وكثير عن أهم القضايا اللي تشكل خدمته التبرير بالإيمان ده كان موضوع رسالة روميا اللي كتبها أيضا وهو في كورونسوس سنة تمانية وخمسين ميلادية تقريبا وأخبرهم برغبته في زيارتهم في طريقه إلى أسبانيا حبائي تاريخ طويل تاريخ مشجع تاريخ ممتع تاريخ يقول إزاي الله القدير إدر يستخدم هذا الإناء المختار زي ما سماه من بداية اختباره هذا ليه إناء مختار يستخدمه في مجتمعات مختلفة متباينة مجتمعات وسنية مجتمعات يهودية مجتمعات يسود عليها فكر الفلسفات والأفكار الغريبة والعبادات الوسانية لكن في كل هذه المجتمعات كان الرب بيأتي بصمر مبارك في نجاح رسالة الإنجيل يمكن الرب حقك وعدو مش يمكن لكن بالتأكيد الرب حقك وعدو هذا ليه إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل بني إسرائيل في المجامع اليهودية وأمم زي ما شفنا في تسالونيكي في بيرية في فليبي في أسينة في كورنسوس أمام ملوك شفنا الولاد وهو في في لبي شفنا وهنشوف بعد كده ملوك في قيصرية علشان الرب يستخدم هذا الإناء المختار عايز أقول لكل زملاء الخدام يكفينا أن نكون أمناء للرب أمناء في السر والعلن يستخدمك الرب في الحقل اللي أنت فيه في المكان اللي أنت فيه وعايز أقول لكل شخص قريب من خادم من خدام الإنجيل خليك بركة لي خليك مساعد خليك معدد بولس ما كانش لوحده كان معاه سيلة كان معاه تيموساوس كان معاه لوقة طبيب وقبل كده في الرحلة الأولى كان معاه برنابة وهكذا كان محتاج لناس من حوله يشجعوه ويعضدوه ويكملوا نقائص خدمته فيه ناس سعادته مش عارفينهم بالأسماء اللي فتحوله بيوتهم اللي شاركوه في احتياجاته المادية اللي وقفوا جنبه في وقت الألم في وقت الضيق والاضطهاد والضرب بالعصي والرجمة بالحجارة وقفوا جنبه وساعدوه في ألامه وتضميد جراحاته ممكن تكون سبب بركة لخدام كسرين بالدور اللي يدهو لك الرب مازال الحديث أحبائي في رحلة بولس الرسول الثانية نكمل الحديث في المرة القادمة بمشيئة الرب والرب معكم ترجمة نانسي قنقر